اشتركوا في القناة خطوة جديدة من تشيلسي تعجل برحيل زياش كشفت تقارير صعفية انجليزية اليوم الجمعة ان ادارة فريق تشيلسي الانجليزي وجهت ضربة جديدة للدولي المغربي حكيم زياش تعجل برحيلها عن الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ووفقا لموقع فوتبول لندن فان ادارة تشيلسي اجلت الاجتماع الذي كان من المقرر ان يجمع مدرب الفريق الارجنتيني موريس بوكوتينيو بحكم زياش ومجموعة من اللاعبين دون الكشف عن الاسباب ورجح المصدر داتوي لان هذه الخطوة من تشيلسي تعجل برحيل زياش عن الفريق في الميركاتو الى جانب اوباميانغ ولوكاكو خصوصا وان ادارة الفريق اللندني تسعى للتخلص من مجموعة من اللاعبين هذا الصيف ويخيم الغموض على مستقبل النجم المغربي حكم زياش بعد فشل انتقاله الى النصر السعودية وعدم رغبة البلوز في الاحتفاظ بها ولم يتمكن زياش للمرة التانية من مغادرة تشيلسي بعدما فشل في الموسم الماضي من التوقيع مع فريق باريسان جرمان الفرنسية ولكن الصفقة انهارت في الساعات الاخيرة عاجل باريسان جرمان يعلنها ويريد خطف نجم المنتخب المغربي بدأ باريسان جرمان محادثات مع المغربي سيمبونو حارس مرمى اشبيليا الاسباني كما افاد موقع اداعة مونتي كارلو وادرج ذلك في اطار بحث النادي الفرنسي عن حارس ثاني يكون بديل للاطالي جان لويج دي ماروما لا سيما بعد الحادث الخطر الذي تعرض له الحارس الاسباني السيرخ يوريكو الموقع لفت الى ان لويس انريكي المدرب الجديد لباريسان جرمان يبدي رأيه بشأن المسارات المختلفة للنادي فيما يتعلق بفترة الانتقالة الصيفية واضف ان بونو صاحب الاثنين والثلاثين عاما يتمتع بخبرة قوية وموتوقية تجعله موترة للاهتمام لدى باريسان جرمان واشارت الى بدء مناقشات بين اللاعب والنادي معتبرة ان الوضع المالي الدقيق جدا لإشبيليا يمكن ان يسهل انجاز الصفقة بنحو 15 مليون يورو الدراجي يعترف باخفاق المنظومة الكروية والرياضية الجزائرية بعد هزيمة الكاف المدوية عبر المعالق الرياضي حفظ الدراجي عن سخطه من فشل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جاهيد زفيزاف في الفوز بمنصب عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم مؤكدا ان الامر يشكل اخفاقا جديدا للمنظومة الكروية والرياضية بكاملها في الجزائر الدراجي الذي اعتاد ان يمدح مسؤول الاتحاد الجزائري لكرة القدم اضطر بعد الاخفاقات المتتالية التي اتشهدتها كرة القدم الجزائرية في الاوينة الاخيرة ان ينقلب على توجهه في التزكية والتناء وهو ما تمتل في موقفه الاخير المعاتب للرئيس جاهيد زفيزاف وكتب الدراجي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك معربا عن خيبة املها من كان يعتقد ان الفوز بعضوية الفيفا والكاف يعتمد في المقام الاول على ديبلوموسية البلد الذي ينتمي اليه المرشحة فليعلم ان الفائز اليوم بمقعد المكتب التنفيذ للكاف على حساب الجزائري جاهيد زفيزاف هو الليبي عبدالحاكم الشلماني الذي يعاني بلده ازمة سياسية وامنية منذ سنوات واضف مع ذلك تحصل بشطارتي على 38 صوتا مقابل 15 صوتا لممثل الجزائر وعن هذا الاخفاق الجديد يرى الدراجي انه لا يجب ان يسمح بعد اليوم لأي كان ان يترشح باسم الجزائر لأي منصب ما لم يكن اهلا لذلك ولا يجب اصلا ان يسمح لأي كان بتولي المسؤولية في الجزائر دون ان يكون قادرا ومتمكنا موجها بذلك نقده لا دغ لرئيس الفاف بكونه غير قادر على تحمل المسؤولية او تمثيل البلاد الدراجي الذي يبدو انه لم يحتمل غصة الفشل الجديد عمد الى اضافة منشور اخر تحدث فيه عن التأثير السلبي لخسارة زفيزاف لعضوية الكاف مبرزا ان الفشل الذي كان متوقع لرئيس الاتحاد الجزائري جاهد زفيزاف في الفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للكاف يشكل اخفاقا جديدا للمنظومة الكروية والرياضية بكاملها داعيا بذلك الى ضرورة اعادة النظر في التعامل مع رياضة لم تعود مجرد لعبة لذلك يجب ان تتحول كرة القدم عندنا الى قضية دولة بكل ابعادها وفي سياق متصل كان حفظ الدراجي قد اعترف بوجود جملة من الخروقات الادارية والتنظيمية والفساد المالية الذي يخترق كرة القدم الجزائرية مطالبا بفتح ستات تحقيقات لكشف مظاهر الفساد على مستوى التسير الشؤون الفافة الدراجي في مقال نشره سابقا له اعترف بكون كرة القدم الجزائرية لا تزال تتخبط في مشاكل ادارية ومالية وتنظيمية على مستوى الهيئة المسير للعبة وعديد النوادي منذ سنوات الحقت ادرارا وخلفت تراجعا كبيرا وعطلت تطور المنظومة الكروية الجزائرية مؤكدا ان تراجع دور رقابة الادارية والقانوني خلق فوضى جعلت عددا من الفاعلين يطالبون بفتح تحقيقات في تسير شؤون الاتحاد الجزائرية وبعض الاندية اداريا وماليا رئيس الكاف اداء الاسود اكد ان فوز بلد افريقي بكأس العالم ليس صعب التحقيق اكد رئيس الكنفدرالي الافريقي لكرة القدم كاف باتريس موتسيبي بابيجون ان تأهل المنتخب لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 يبرهن على التحسن الكبير لتنافسية كرة القدم الافريقي على الصعيد العالمي وقال موتسيبي خلال اشغال الجامعية العمومية العادية الخامس والاربعين للكاف ان تأهل المغرب لنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في فا قطر 2022 هو اول انجاز من نوعه يحققه بلد افريقي ويبرهن هذا الانجاز على التحسن الكبير لتنافسية كرة القدم الافريقي على الصعيد العالمي كما يجعلنا نؤمن بان هدفنا المتمتل في فوز بلد افريقي بكأس العالم ليس صعب التحقيق وارب موتسيبي الذي كان يتحدث امام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في فا جياني انفانتينو ورؤساء الاتحادات الافريقية ضمنهم فوز القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن فخره بالنتائج التاريخية التي حققها المغرب وبأداء منتخبات السينيغال والكاميرون وتونس وغانا خلال مونديا القطر ومن جهة اخرى صلت رئيس الكافة الضوء على نجاح بطولة افريقيا لاقل من 23 سنة التي نظمت مؤخرا بالمغرب وفز بها اشبال الاطلس بعد تغلبهم على المنتخب المصري في المباراة النهائية كما اشار الا ان عددا قياسيا من اوشاع كرة القدم حضروا نهاية بطولة افريقيا للامامة للسيدات التي نظمت في الرباط عام 2022 مشيدا بتأهل نيجيريا وزامبيا والمغرب وجنب افريقيا لكأس العالم للسيدات وخلص الى التأكيد ان مستقبل كرة القدم الافريقية يعيد بالكثير وتضمن جدول اعمال اشغال الجمعية العامة الخامسة والاربعين للكنفيدرالي الافريقي لكرة القدم انتخاب بعض اعضاء الجانب الكنفيدرالي الافريقي لكرة القدم واجراء قرعة مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن منطقة افريقيا المقرر تنظيمه في الولايات المتحيد الامريكية وكندا والمكسيكا